السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي اخبار كريم لان اتكلم فيه في الفيديو ده عن كم هدف يفصل الدون كريستيانو رونالدو عن لقب هداف الدوري السعودي وهل هيستطيع ان هو يكون هداف الدوري السعودي في اول موسم له في الدوري السعودي فخليكم معنا لغاية اخر الفيديو عشان تعرفوا هيقدر ولا مش هيقدر ولكن الدون كريستيانو رونالدو يحتاج الى معجزة فيحتاج الدون كريستيانو رونالدو النجب البرتغالي مهاجب نادي النصر الى معجزة تهديفية من اجل الحصول على لقب هداف منافسات الدوري السعودي في موسم 2022-2023 كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 38 عام انضم الى نادي النصر السعودي في يناير 2023 فماذا يحتاج النجم رونالدو من اجل الحصول على لقب هداف الدوري السعودي فخاض النجم كريستيانو رونالدو منذ وصوله الى نادي النصر السعودي 13 مباراة في منافسات الدوري السعودي سجل خلالهم 12 هدف كما قدم تمريرتين حاسمتين في خلال 1170 دقيقة ويحل النجم كريستيانو رونالدو رابعا في جدول ترتيب الهدفين في الدوري السعودي بفارق تمن اهداف عن المتصدر المغربي عبد الرزاق حمنا ضل قبل اربع جولات من نهاية بطولة الدوري السعودي ويتبقى امام الدون كريستيانو رونالدو اربع مباريات فقط في المنافسات الدوري السعودي ضد كل من الطائي والشباب والاتفاق والفتح على ان رونالدو يسجل 8 اهداف اكتر من عبد الله حمد الله من اجل تعويض الفارق بينهما فضلا عن المنافسين الاخرين اذ يتقدمه اثنان اخران هما ايجالو وتلسكا فجدول ترتيب الهدفين في الدوري السعودي حتى الان في المركز الاول المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد وسجل 20 هدف والنيجيري اوديون ايجالو مهاجم الهلال وسجل 18 هدف والبرازيلي اندرسون تلسكا مهاجم النصر وسجل 16 هدف والبرتغالي كريستيانو رونالدو من النصر والسعودي فراس البركيان من الفتح والبرازيلي كارلس جونيور من الشباب كل منهم 12 هدف فياطلا يا هل ترى هل هيستطيع النجم الدون كريستيانو رونالدو الوصول الى هدف الدوري السعودي في اول موسم له في الدوري السعودي ولا مش هيقضى طبعا كلنا عارفين ان النجم كريستيانو رونالدو عنده العديد من الارقام القياسية في كل البطولات اللي لعب فيها سواء في الدوري الانجليزي او الدوري الاسباني او الدوري الايطالي او بطول الدوري ابطال اوروبا فهو لاعب من طلاث فريد وهو المنافس الكبير مع النجم الكبير النجم ميسي غير انه طبعا زي ما احنا كلنا عارفين ان الدون كريستيانو رونالدو هو عميد لعبي العالم واكتر لعب من لعبي العالم تسجيلا للاهداف في المباريات الدولية مع المنتخبات فالدون كريستيانو رونالدو لعب كبير مفيش كلام ونادي النصر الصعودي استفاد جدا من وجود الدون كريستيانو رونالدو فيه كما ان الدون كريستيانو رونالدو والاخر استفاد بعودة اليقاء البدنية بتاعته الى حد ما عن الوقت اللي كان بيلعب فيه مع فريق منشستر يونيتد وبدأ ياخد حرية اكتر وهو كابتن فريق النصر الصعودي فنتمنى التوفيق للدون كريستيانو رونالدو في الفترة القادمة كما نتمنى ان هو يقدر ان هو يصل الى هداف الدوري السعودي حتى يكون انجاز اخر يضاف اليه في ارقابه القياسية اللي محققها في كل البطولات وكل الدوريات اللي لعب فيها بالاضافة الى ان احنا نتمنى طبعا التوفيق له عشان خاطر نتمتع بقرة القدم الجميلة اللي دايما ميبتعنا بها الدون كريستيانو رونالدو وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم عن كم هدف يحتاج النجم كريستيانو رونالدو للوصول الى هداف الدوري السعودي وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال الدين اشتركوا في القناة